شهر واحد لا غير يفصل العراق عن الدخول بأزمة نفاذ القمح من مخزونه الاستراتيجي الوحيد في البلاد خشية مرافقة لمزارع العراق على الوجه الآخر من الأزمة الغذائية القضيتان تضربان بإعلان خطر حقيقي سيما بعد تداعيات الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود العالمي والبذور والأسمدة ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي لمادة الحنطة تحذيرات النيابية دعمت خطورة الموقف الغذائي إلى جانب نداءات عاجلة من المزارعين التي تدق أبواب الحكومة بضرورة إيجاد علاج جذري قبل فوات الأوان يتفاقم ملف مخزون القمح مع حديث عن تقليص العراق لمساحاته المزروعة بسبب نقص المياه ما أدى إلى تراجع كمية المحاصيل الزراعية يظل الشح في المياه العامل الرئيسي في إرهاق القطاع الزراعي العراقي وسكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون ويتوقع أن تنتج البلاد بين 2.5 إلى 3 ملايين طن من الحنطة مع دلائل تشير إلى أن هذا المحصول لن يكفي لسنة كاملة للعراقيين ما يضطر الدولة إلى الاستراد وهو الباب الآخر المغلق نوعا ما مع دول عدة بسبب الأزمة الأوكرانية سيتأثر العراق كذلك بتقلبات السوق العالمي وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا على الرغم من أن بغداد تستورد الحنطة من كندا وأستراليا والولايات المتحدة تحرك حكومي عاجل على صعيد إيجاد حل للمخزون الذي يقارب على النفاذ ومواصلة العمل على حلول تمنح الزراعة العراقية فرصة للانتعاش ومواجهة الظروف المائية وتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية على حد سواء